بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ قصة عن الأسد حيوان من الثدييات من فصيلة السنوريات وأحد السنوريات الأربعة الكبيرة المنتمية لجنس النمور باللاتينية وهو يعد ثانية أكبر السنوريات في العالم بعد الببر حيث تفوق كتلة الذكور الكبيرة منه مئتان وخمسون كيلو غراما خمسمائة وخمسون رطلا تعيش معظم الأسود البرية المتبقية اليوم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولا تزال جمهرة واحدة صغيرة مهددة بالانقراض تعيش في آسيا بولاية جوجرات في شمال غربي الهند كان موطن الأسود شاسعا جدا في السابق حيث كانت تتواجد في شمال إفريقيا الشرق الأوسط وآسيا الغربية حيث أنقرضت منذ بضعة قرون فقط وحتى بداية العصر الحديث الهولوسينا منذ حوالي عشرة آلاف سنة كانت الأسود تعتبر أكثر ثدييات اليابسة الكبرى انتشارا بعد الإنسان حيث كانت توجد في معظم أنحاء إفريقيا الكثير من أنحاء أوراسيا من أوروبا الغربية وصولا إلى الهند وفي الأمريكيتين من يكون حتى البيرو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وذلك فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد لكم منا أجمل التحية والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته